المذكورة لم يكلف أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي تريد عليهم بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم والدعاءات دون تمحص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول وأضاف البلاغ من جهة أخرى أنه يستنتج من هذا التقرير أن هدف معديه هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل مواقع بمدينة العيون مع العلم أن الأقلية القليلة والمعروفة باسم انفصاليي الداخل أصيبت بصدمة بعد صدور قرار مجلس الأمن بعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان وبإعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة مؤخرا شرأت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قبيل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتذاء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية وبالرجوع إلى ما ورد في التقرير حول أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون منذ يوم 26 أبريل 2013 سجل البلاغ أنه خلافا لما جاء في التقرير كون التظاهرات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية فإن الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وقد أصفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية بـ 11 سيارة أمن أما ما ورد في التقرير بخصوص استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء يضيف البلاغ فهو مجرد ادعاء وافتراء وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة وبخصوص ما جاء في نفس التقرير من دهس سيارة للشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لمنازل أوضح البلاغ أن هذه الادعاءات لا تمتل الواقع بصلة ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن ورغم ذلك تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي وفيما يتعلق بلائحة المصابين خلال الفترة الممتدة من يوم سادس وعشر إلى غاية يوم تاسع وعشر أبريل الفين وثلاثة عشر التي وردت في التقرير فإنها يقول البلاغ لا تعكس حقيقة ما جرى موضحا أنه بالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفى موليل حسن بالمهدي يتضح أنه تم استقبال أربعة وعشرين شخصا من بينهم ثمانية أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف وأضاف في السياق ذاته أما بخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بسر أحد أصابع يدها فالحقيقة أن المعنية كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين على قسم المستعجلات وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين بأن إصابتها كانت بفعل آلة حادة وأن أصابع يدها لم تصب بكسر ويظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها واستغربت وزارة الداخلية كون التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة وذكرت الوزارة بأن تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقنة حركة السير والجولان وإرباك الحركة التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق التظاهرات كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم عاد أكثر من 45 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من الأردن وذلك بسبب قلة المساعدات وانعدام الاستقرار في الجوار فحسب السلطات الأردنية فإن عدد طلبات العودة إلى سوريا من سكان الزعتري نهزت الأربعمائة الطلب وللتذكير فإن السلطات الأردنية لا طالما اشتكت من ثقة للأعباء الاقتصادية المترتبة على استلافة اللاجئين حيث أعلنت عمان مؤخرا نيتها التوجه لمجلس الأمن لعرض قضية اللاجئين السوريين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية يعلن عن رفضه إشراء أي اتفاق لتبادل الأراضي مع إسرائيل مردفا بأن حركته ضد أي تنازل من شأنه تضيع القضية الفلسطينية مشعل أوضح كذلك بأن حماس ستسعى لتحقيق المصالحة الوطنية على قاعدتين الانتخابات والشراكة وعلى أساس تطبيق اتفاقيات الدوحة والقاهرة أيضا موجة العنف ما زالت تكتسح سوريا فبحلول صباح اليوم أطلقت السلطات السورية صاروخ سكود بريف دمشق كما تتواصل المعارك بين قوات النظام والجيش الحر في مناطق متعددة من البدء من جهة أخرى تتردد شائعات مفادها بأن لخضر الإبراهيمي المبعوث الذائم للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا ينوي تقديم استقالته من منصبه في جو ديني روحاني تخللته قراءة قرآنية وأذكار نبياء ترجمة نانسي قنقر